نشوف مثال وجهة حل المعادلات التفاضلية وي ضابل داشت نصر ربع وي داشت ربع وي داشت ربع وي ساوي اكس زائد واحد في اس اتنين اكس. اولا نحل المعادل المتجنسة نقول بفاعدة المعادل المتجنسة تصبح كام? الام مترابية ناقص اربعة ام زائد اربعة يساوي صف تحليل ام ناقص اثنين يساوي صف يبعا ام واحد يساوي ام اثنين يساوي اثنين يبعا هذه والا هو ال y2 وده هو ال y1. ودي حلول مستخداء ده ال y1 وده ال y2. الصوابط طبعا سيوعد ويسي 2 صوابط. هنجيب ال w. ال w بقى هنشيلي هنجيب المحدد بتاع المحدد بتاع الحل الاول والحل التاني. ده الحل الاول وده الحل التاني وده المشتقات بتاعتهم يطلع بيو 7x. ال w1 هنشيلي العمود الاول نحط مكانه صف و و اكس زائد واحد في يو ستنين اكس. ونوجل قيمته. طلع بالشكل ده. ال w2 هنشيلي العمود التاني نحط قيمته وطلع بالشكل ده. ال w2. ازي ما قلنا انه هو ايه? يو واحد داش يسوي دبليو واحد على ال w. وال يو اتنين داش يسوي دبليو اتنين على ال w. طلع بالشكل ده. انه هو يو واحد داش. التكامل اللي هو ال yو واحد بقي يسوي تكامل ده يسوي نرس اكس تكعيب على دلاتة نرس اكس تربية على اتنين. اهو. طب. ال yو اتنين داش يسوي دبليو اتنين على ال w يسوي اكس زائد واحد. ازان يو اتنين يسوي التكامل ده اللي هو اكس تربية على اتنين زائد اكس. وقلنا بعد كده ال yb. ال yb يسوي زائد يو واحد واي واحد زائد يو اتنين واي اتنين. نريب ال yb اهو بالشكل ده. ال y يسوي c زائد واي بي. مجموعة الحلول.